حرب أخرى لا يسمع دويها تديرها الميليشيا ضد الشعب اليمنين فمنذ اقتحامها صنعاء أواخر سبتمبر عام 2014 وإسقاطها للدولة والجمهورية عمدت إلى إصدار العديد من القرارات والتعيينات المنتسبها داخل أجهزة الدولة كان آخرها تعيين ثلاثة وكلاء لمحافظة إب الأمر لا يبدو جديدا على ميليشيا أدمنت استخدام السلاح للسيطرة على مفاصل الدولة ولو على طريقة إصدار المئات من قرارات التعيين غير الدستورية وتهدف هذه التعيينات إلى التغلغل في أجهزة الدولة في محاولة لبسط السيطرة عليها خاصة إذا ما تم التوصل إلى تسوية سياسية ممكنة وعلى النقض مما تسعى إليه الميليشيا فقد أشارت الحكومة اليمنية إلى أن القرارات الصادرة من قبل الإنقلابيين باطلة وغير قانونية ولا يجب التعامل معها وكما يرى مراقبون فإن كثافة التعيينات الصادرة من قبل الميليشيا في ظل اجتداد المعارك على مشارف صنعاء وخسارتهم للعديد من المواقع تنبئ بحالة الارتباك التي يمر بها الإنقلابيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر